صلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه وين في مدينة المصطفى المدينة المنورة الآن نبعد عن الحرم خمس دقائق فقط والموجود أمامي واحدة من أجل الفرص في المدينة وقد تكون من أجل الفرص في حياتنا فأدرك الركب هذا مشروع وقف سدنة القرآن الكريم عبارة عن ثلاث مباني ضخمة تحتوي على معهد لتعليم القرآن لإعداد المعلمين ومعهد لإعداد معلمات القرآن فصول مسابقات متخصصة لتخريج متقني القرآن قاعات التدريب مقاري أكترونية مقرأة هاتفية مكاتب إدارية عارفين إيش معنى مقاري أكترونية يعني مو شرط اللي يتعلم هنا يكون في المدينة ممكن يكون في الصين ممكن يكون في البرازيل في أمريكا يتواصل معهم أكترونيا ويلقنون ويتعلم القرآن ويجاز فيه في المدينة السلف رحمهم الله يفرحون ويستبشرون إذا جاهم أحد ودلهم على خير قال لهم هذه أسرة محتاجة هذا مشروع صدقة جارية يقولوا مرحبا بمن ينقل أموالنا من دار إلى دار من الدار الفانية إلى الدار الباقي دار الآخرة وهذه أحد الفرص في مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام الأخوان هم في المرحلة الثالثة والرابعة الآن ترى المبنى دورين تحت الأرض والآن الدور الثالث عندهم أربع حسابات بنكية وعندهم متجر اكتروني تقدر توصل لهم بأسهل ما يكون وحرفق لكم رابط ورقمل واتساب ادخل عليهم واسألهم عما بدأ لك ولا تحقرن من المعروف شيئا يعني أقل شيء أنت ساهم وحاول شو كل من ساهم لك أجر